تعالوا وشوفوا أخبار البنيات وش سوهم في السدر كان من زمان في سبع بنيات طلعوا للصحراء وين راحوا له راحوا يجمعون السدر النبق عرفتوه يسألون كل شجيرة عن محل السدر لين طاحت عينهم على السدر رقت وحده من البنات فوق السدر تقطف السدر وترميه الصديقات وكل وحد تنتخذ نصيبها وتحطه بكيسه خلصوا الجمع وقالوا نروح لديرتنا وبدت كل وحد تنتعد كم جمعت من السدر في الكيس لين اكتشفت وحده من كيسه ما فيه اللخ نافس خافت لأنها ما تقدر ترجع لها لابدون السدر وقررت أنها ترجع لشجرة هالحالها وصلت وملت الكيس بالسدر وهي نازل من الشجرة شافت شيء يروع مقبل عليها وبدت تحاول تتقي شر وترمي عليه من ذا الثمر وهو يأكل ثم أمرها تجمع له الحطب شب النار وجلسه جنبه وهي ترتجف من الخوف وتفكر بطريقة تنحاش جتها فكرة وقالت للوحش في رأسك قاملة خلني أفكك منها قربت من مقفاه ودفت في النار صار يصيح ويوعدها باللي تحت الحصات انها انقذتيني ما استسلمت البنية لمحاولته وتركته يموت بعد ما ارتاحت وراحت عنها الروعة راحت تشوف وش اللي تحت الحصات ولقت تحت هالذهب والفضة واللولو وطياب دخلت على هالها ومعها هالخيرات وقصت عليهم كل اللي صار لها وتغيرت أحولهم وشرقوا القصر والبستان وعاشوا برغد ونعيم وتصبحون على خير